طبعاً كالعادة الفريق يعني بيحتفل احنا بنحاول نفرح على قد منقدر وبنحاول نمط الوقت لكن كعادة النادي الاهلي وباقينا احنا كمان بالتبعية زيهم كده بنفرح بالكتير يوم يومين قولوا تلاتة بالكتير لكن بتبتدي بعدها بقى مرحلة التحضيرات للبعده واحنا اللي بعده عندنا مش قليل الحقيقة عندنا مواجهات مهمة جداً جداً أمام التراجي التونسي في دولة أبطال إفريقيا عندنا أحلام كبيرة وعندنا طموحات كتيرة مع فريقنا طولة في منتهى الأهمية بنسبة لكل أهلاوي الفريق بيستعد طبعاً لمواجهة من العيار الثقيل أمام التراجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دولة أبطال إفريقيا يوم الجمعة جاية إن شاء الله 12 مايو على ملعب رادس واللي هتكون مباراة بدون جمهور وده طبعاً بعده عقوبات لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد طبعاً أحداث الشغب الأكيد حضراتكم تبعتوها في مباراة التراجي مع شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور ربع النهائي من دولة أبطال إفريقيا اللي انتهت بالتعادل عقب الكاف التراجي بخوض أربع مباريات دون حضور جماهير مع إيقاف التنفيذ في مباراتين يعني خلال عام إلى جانب طبعاً غرامة مالية وصلت لي حوالي 300 ألف درار طبعاً قرارات الكاف تعني أن التراجي سيستضيف النادي الأهلي في مبارات الزهاب هتكون خلف أسوار مغلقة بدون أي جماهير ترجمة نانسي قنقر